هذه الأمور تابعت من قبل علمائنا الغذام ففي هذا الشن لابد من ذكر أبو نسر الفرابي كمثال هذه الشخصية عظيمة للغاية معظمنا لا يعرف عنه كثيرا هذا الشخص كان على مستوى عالمي غيرته جاء كان أعظم من أرستو وفولتر ومونتسكيو لم يكن عفة أنه يلقب بمعلم الثاني اسمه الحقيقي هو أبو نسر بن محمد كان فيلسوفا وعالما شاملا وفلكيا ورياضيا وطبيبا شرقيا فكان المعلم الثاني بعد أرستو كان يعرف سبعين لغة الفرابي كان بلغليطا حقيقيا تخيلوا سبعين لغة أهذا الشخص علما حتى لو لم يتعامل مع علوم أخرى؟ هكذا كان يعرف عشرات العلوم بالإضافة إلى ذلك سبعين لغة تصور كيف كان هذا الإنسان في رسالة التسليف العلوم سعى الفرابي دائما إلى فهم تراكب العلم وفنب خصيح قال إن كل شيء يبدو بالله كما هو محوط وهناك يوجد في فساته تسلسل الموجود وإدراك الإنسان والعلم لنظره الإنسان السعي للحركة هو الطعيف وبالتالي يحصل على الوصول إلى سعادة الحقيقة في النهاية كما قال ابن نسر الفرابي الفرابي كان إنسانا على مستوى عالمي وفيلسوفا وأستاذا في إنجازته الإبداعية ترسل فرابي اللغة العربية والفارسية واليونانية والهندية والتركية وثقافتها وجمعها قد روجل اللعات الأكثر شيوعا في العالم الإسلامي وجسدها كان دور هذا الشخص في التعليم ضحما جدا يجب دراسة الفرابي أكثر في تشكل التعليم الشرقي بالفعل كان للفرابي والشخصية المشابهة له دور في تشكل أكاديمية بعدة وأكاديمية مأمون في هوارزم في الأكاديمية تم تتفيق تعليم العربية وترجمة أعمال العلماء اليونانين وتهليل تحجهم التربوي وتطويره وتم تتفيقه في المجتمع بعد ذلك في عصر التيمورين تحت قيادة مرزا أولوبيك ازدهر العلم في سمرقاند أو في عصر سلطان حسين بيقراء كان العلم في هراتة في أوجيخ على سبيل المثال في عصر مرزا أولوبيك أصبحت سمرقاند مركزا علميا وثقافيا في العلم ليست في وسط آسيا فقط يجب أن نعترف بذلك هناك برزة تاريخيون مثل هافيزة برو فعلماء فلك ورياضيات مثل عياس الدين جامجد كاشي قصد رومي وطبيب مشهور مثل مولان نافيس فشعراء عظام مثل سراج الدين سمرقاند والسكاك واللطف والبدحشي هذا كله بسبب التعليم مثلا يمكننا أن نتحدث بكل ارتاح عن تلميز مرزا أولوبيك على ودن أبو القاسم علي بن محمد علي قشج هذا الرجل عاش من بين سنتين 1474 للميلاد وهو عالم في رياضيات والفلك ولعب دورا كبيرا في تأريف كتاب زيجي كوريغاني مع أستاذه هذا الرجل كان أستاذا لماذا أقول إنه أستاذ يعني مرزا أولوبيك قتله ولكن لم يتوقف نمو العلم إلا أن الدولة تفككت ونتجة لذلك اضطر الأستاذ علي قشج إلى الرحيل إلى دولة الوثماني أنا زرت قبره في إسطنبول غير قشج مكان رائع وجميل جدا هناك مقبرة ومقبرة أيب السلطان وهناك قبر السيد علي قشج السلطان محمود الفاتح الثاني تعقل ليعمل في حدمته يعني فاتح إسطنبول نعم فاتح إسطنبول هو السلطان محمود الفاتح قدم للسيد علي قشج شرفا عظيما يفتح مدرسة في مسجد أيصوفيا بعد بدء أعمال المدرسة صار هذا رجل رئيسا للمدرسة تسور لم يكن هذا الرجل عالما عاديا بل كان رئيسا للمدرسة من يديه تخرج مئة من علماء الترك ما أدهشني هو أن أناس من إنكالترا وألمانيا وفرنسا جاءوا ليتعلموا من يديه لكي يحصل على علمه هذا من أسلافنا هذا الرجل راحل عن سمرقنة وشعر بالهزن لم نقدره كما يخيب ذهب إلى إسطنبول وفتح السلطان محمود مدرسة كبيرة له ففي يديهين تعلم التلاب من كافة أوروبا هكذا كان عندنا التعليم لم نتعلم التعليم من روسيا أو من دولة أخرى كنا معلمين حقيقين منذ قديمة الزمن أو نأخذ مثالا من السيد مر علي شرنوائي هذا رجل تعلم في سمرقانت من هوجة أبو ليسا مرقنة هوجة أبو ليسا مرقنة كان عالما كبيرا في الفيخ وعلم كثير ومنه تعلم علي شرنوائي وتقاور كشحس نعطخ أو نأخذ السيد سيد حسن أرداشير من مشهد أو اللطف من أساتذات علي شرنوائي في عهد السلطان حسين بيقرا منشئت مركز علمي عظيم في هراد هذا التقدم الثقافي يمكنها أن ينافس بكل راحة ويتفاوت مع البيئة العلمية التي أنشاه مرساء لغبيك في سمرقانت وإن لم يتفاوت مع الأكاديمية في بعضات فهو قريب منها من حيث الدرجة هناك بارز عبد الرحمن الجامي سلطان علي المشهدي أحلي الشيرازي سيف البخاري شيخ شاني غلام شادي يوسف بادي خاند أمر مرخاند وكمال الدن بيغسات للاسافي في القرن السالس عشر والسابع عشر تراجع كل شيء لدينا كذلك التعلم والعلم علينا أن نعترف بذلك لو لا توقف تقدم العلم والفان لم نكن لنصبها مستعمرة لجارنا الشمالي نعم لا نهتج إلى التعلم والتعلم منهم بعد ذلك ترجمة نانسي قنقر